قويتو أم قبر مسكل هو المنسق المشارك لمتجر الأدوية في وكالة الإمداد الصيدلانية الأثيوبية فرع مدينة مغلة ويقول إن وكالته تلقت ثلاثة شاحنات من الإمدادات الطبية حتى الآن ولكن لا يكفي ذلك للآلاف من المرضى الذين هم في حاجة ماسة إلى الأدوية ولا تزال الإمدادات الأساسية بعيدة عن متناول اليد مجمرة ورأيتي ما تولنا عن دولس واسمكنا ميونو ما تولنا يجب أن تأتي الإمدادات الطبية بشكل مستمر وبالكامل لقد وصل خمسة فقط من العناصر الأربعين المطلوبة إلى هذا الحد لكن لا يزال الوصول إلى الأدوية وللأمراض المزمنة مثل السرطان ومرضى السكري وارتفاع دغط الدم سنبقي التواصل مع السلطة الفيدرالية لإرسال العناصر الطبية اللازمة والكمية الكافية سيموت المرضى الذين يعانون من السرطان والسكري قريبا ما لم تصل الإمدادات المطلوبة بسرعة وأيضا يقول خبير آخر في الوكالة وهو ولد جيرجيس بيرغا الخبير في التخطيط أن الإمدادات الطبية اللازمة للأمراض المزمنة مثل السرطان ومرضى السكر وارتفاع ضغط الدم لم تصل إلى الآن والمرضى يعانون من الموت على الرغم من وصول بعض الإمدادات اللازمة مؤخرا وصلت حوالي ثلاثة شاحنات من الإمدادات الطبية حتى الآن كما وصلت اللقاحات بالطائرة في يوم الجمعة وأيضا وصلت إمدادات لازمة لفيروس نقص المناعة البشرية والسل وتنظيم الأسرة والملارية ولكن المشكلة هي أنها ليست كفاية لتقطية المطالب على الأرض بناء على حديثنا مع المكتب الرئيسي بدأت الأدوية الأولية تأتي وذلك أفضل من ذي قبل لكننا ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الإمدادات تقول هيوان سمرة نائبة رئيس وكالة الأمداد الصيدلانية الأثيوبية فرع مدينة مغلة من جانبها أن المؤسسات الصحية في جميع أنحاء تيجرايك كانت خارج الخدمة لأن الوكالة قد نفذت من الإمدادات الطبية الأساسية فقد واجهنا مشاكل عديدة وذلك لنفاذ المخزونات وهذا يعني أن المنظمات الصحية لن تستطيع توفير الخدمات لم تكن هناك إمدادات طبية على مدار العامين الماضيين وقد عانى المرضى في جميع أنحاء تيجراي بما في ذلك الأطفال والنساء والمسنين كثيرا تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية ذكرت في الأسبوع الماضي أن اتفاق السلام بين الحكومة الأثيوبية وسلطات حكومة تيجراي لم يؤد بعد إلى الوصول غير المقيد إلى الإمدادات الإنسانية كما أشارت أن كمية الدواء التي تصل إلى تيجراي لا تكفي مقارنة بالطلب الهائل على أرض الواقع